اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقة برنامج صحتك حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن جراحة الغدد الدرقية الحقيقة فيه كتير مننا ممكن يعاني من مشاكل في الغدد هنتكلم النهاردة عن الكسل الغدد الدرقية وهنتكلم عن نشاط الغدد الدرقية هنعرف ايه هي اعراضها وازاي نقدر نعالجها هنتكلم كمان عن اورام الغدد الدرقية هل ليها انواع معينة وايه هي طرق العلاج هنتكلم عن جراحة الغدد الدرقية وازاي نتفادى كل المضاعفات وقد إيه جراحة الغدد الدرقية دلوقتي أصبحت جراحة آمنة تماما والحقيقة اللي هيشرفنا النهاردة بالإجابة على كل أسئلتنا دكتور سامو البنيامين استشاري جراحات المناظير والأورام والسمنة المفرطة زميل كوليتا الجراحين الملكية بإنجلترا عضو الجماعية المصرية لجراحات منظار البطن وعضو جماعية الجراحين المصرية للحديث عن هذا الموضوع هيكون لقائنا لكن خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني دكتور ساموئيل بن يمين استشاري جراحات المناظير والأورام والسمنة المفرطة وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو الجماعية المصرية لجراحات منظار البطن وعضو جماعية الجراحين المصرية عناوين العيادات مصر الجديدة والمهندسين والإسكندرية تليفون العيادات 010-12-88-633 واتساب 010-12-88-633 أو 012-27-66-96 فيسبوك دكتور ساموئيل بن يمين استشاري جراحات المناظير والأورام والسمنة المفرطة احنا في عياداتنا بنقدم كل عمليات جراحة السمنة المفرطة عن طريق المنزار الرحلة بتبدأ بإن احنا بنوعد مع المريض بنحسب مؤشر كتل الجسم بتاعه عن طريق الوزن الطول بنعرف عاداته الغذائية بنعرف الطريقة بتاعته الخركة بتاعته والعمل بتاعه والأسلوب الحياتي بتاعه اللي بيعيش به وبنحدد بعد كده إذا كنا محتاجين عملية ولا لا لما بنحدد إن احنا محتاجين عملية بنحدد نوع العملية بعد ما بندرس كل الحاجات اللي قلناها دي وبعد كده بنعمل تحاليل وفحوصات وأشعة شاملة نطمن فيها على صحته نطمن فيها إن احنا مستعدين للعملية في أي حاجة بنزبطها قبل العملية وبعد كده بنكرر إن احنا نجري العملية العملية طبعا بتتم بالمنظار بتتم في مستشفيات مجهزة جدا مستشفي يكون فيها رعاية مركزة مستشفي يكون فيها متابعة دقيقة جدا مستشفي يكون فيها عمليات قوية جدا طقم تخدير قوي جدا وتمريد على تفاقة عالية بعد كده بنتابع المريض بصورة دورية بنتابع نظام الغذائي بتاعنا بعد العملية تقريبا كل أسبوع بنغير نظام الغذائي بتاعنا حد ما بنرجع ناكل كويس جدا طبعا هنا مش بنرجع ناكل بنفس الطريقة اللي كنا بناكل بها قبل كده لكننا بناكل كمية صغيرة جدا على حسب نوع العملية في عمليات تكميم تكميم لي أنواع كتيرة جدا زي التكميم المعدل تكميم المغلف تكميم الدقيق تكميم الجي شيب والتكميم التقليدي أو التكميم البانانا شيب لما بنعمل كل نوع عملية بيبقى ليها يعني المريض بنفصل له اختيار العملية بتاعه زي الحالة بتاعته مفيش عملية بينفع مع كل الناس في التكميم البكيني ده بنعمله عن طريق البكيني لاين أو مكان الفتحة القيصرية وده بنفضله في الحالات اللي هي بيبقاش عندها بطن عالية قوي نقدر نعمل منها التكميم البكين فكرة عملية التكميم ان احنا بنقلص حجم المعدة او بنصغرها حوالي 75% من حجم المعدة بنستقصله فبنقلل كمية الاكل اللي المريض بيأكله عن طريق كده بيقدر يأكل الحاجات اللي تقدر تكفيه يوميا لكنه ما يقدرش ان هو يخزن دهون زيادة بالنسبة لعملية تحويل المصار في منها نوعين في عملية تحويل المصار المصار وعملية تحويل المصار الكلاسيكي عملية تحويل المصار المصغر دي عبارة عن توصيل الأمعاء بجيب من المعدة احنا بنصغر حجم المعدة وبعدين بنوصل في الأمعاء الدقيقة بعد ما بنعمل فيها تحويل المصار فبنقلل كده معدل انتصاص ونقلل معدل الأكل نفسه بالنسبة لعملية تحويل المصار الشلاسيكي دي احنا بنعتبرها المعيار الزهبي لجراحات السمنة هي بتفرق عن تحويل المصار المصغر إن بقى فيها وصلتين واصلة ما بين الأمعاء والمعدة واصلة الثانية بتبقى ما بين الأمعاء والأمعاء جي بتبقى من العمليات القوية جداً اللي بنختارها لبرضو عمليات السمنة والسكر وفي نفس الوقت لعمليات التصحيحة فمن أحدث العمليات جراحة السمنة عمليات الساسية العمليات اللي بتجمع ما بين تكميم المعدة وتحويل المصار انا بنعمل فيها تكميم المعدة عادي جداً وبعدين بنعمل معها تحويل المصار بزيتها عن تكميم المعدة أو تحويل المصار منفرد إننا ما بناخدش فيتامينز فترة كبيرة ثم حوالي سنتين تلاتة وبعد كم منحتاجش ناخد فيتامينز لها تأثير كبير جداً في القضاء على السكر والوزن والضغط وهي دي كل العمليات اللي بتجرى حالياً وأحدث العمليات اللي بتجرى الجراحات السمنة في العالم كله نحن بنقدمها عن طريق العتاب بتاعتنا كلها بتجرى عن طريق المنظار كلها بتجرى بدون ألم وبتقنية عالية جداً وبأمان عالية جداً ورجعنا لكم مشاهدينا وحلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن موضوع مهم جداً وهي جراحة الغدى الدراقية الحقيقة الغدى الدراقية بقت من أكتر الأمراض المنتشرة ناس كتير قوي عندها زيادة في الغدى الدراقية أو نشاط في الغدى الدراقية وناس عندها كسل في الغدى الدراقية طب أنا أعرف أميز الأعراض إزاي طب إيه أهمية الغدى بالنسبة للجسم ده اللي هنعرفه النهاردة هنعرف إيه الغدى هنعرف إيه الأعراض اللي ممكن تكون مؤشر لنا لو فيه كسل أو فيه نشاط في الغدى أو فيه لقدر الله تسمم في الغدى هنعرف كمان إيه طرق العلاج هنتكلم كمان عن الجراحة بشيء من التفصيل واللي بساعدنا النهاردة بالإجابة على كل أسئلتنا دكتور سامويل بن يمين استشاري جراحة المناظير والأوراهم والسمنة المفرطة زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو الجماعية المصرية لجراحات المنظار البطن عضو جماعية الجراحين المصرية برحب بحرارك يا دكتور أهلا بحضرتك أهلا بيك يا دكتور وطبعا زي ما كنت بقول أن الغدى دي بقتتعاملة مشكلة للناس كتير قوي أنا مش عارف أنا بعاني من إيه أنا عندي زيادة أو نشاط في الغدى الدرقية ولا عندي كسل لكن قبل ما نعرف يا دكتور إزاي نقدر نميز زيادة أو نشاط أو كسل خلينا نتكلم إيه هي الغدى الدرقية بشكل عام ألم بحضرتك مبدأيا الغدى الدرقية غدى مهمة جدا جدا في الجسم هي جزء من الجهاز الهرموني الجهاز الغدي عبارة عن غدى بتفرز الغدى دي أو الغدى العمتن ده نسيج عضوي بيفرز مواد كيميائية بتسمى الهرمونات الغدى الدرقية غدى صماء يعني بتفرز هرموناتها في الدم مباشرة توجد موجودة في رقبة من قدام شكل الفراشة بتفرز هرمون السيروكسن غدى الدرقية مسؤولة عن أو بيسموها باللغة الدرجة إن هي غدى النشاط هي مسؤولة عن النشاط المستمر للإنسان طبعا فيه هرمونات تانية وفيه غدى تانية مسؤولة عن النشاط بس بيبقى النشاط وقتي أو لحظي طبعا لحالة الإنسان لو فيه خوف أو فيه هلع أو فيه زعر أو فيه عنف أو فيه مجهود ففيه هرمونات تانية بتخرج بتساعد الغدى الدرقية لكن الغدى الدرقية بتفرز الهرمونات المسؤولة عن النشاط المستمر للإنسان الهرمونات بتاعتها بتجد مستقبلات حسية في كل الأجهزة الأخرى فهي بتأثر على الجهاز الدوري القلب بتأثر على الجهاز العصبي بتأثر على الجهاز الهضمي بتأثر على الجهاز التناسولي بتأثر على الجلد بتأثر على حاجات كتير جدا فهي بتأثر على الجسم كله تمام فعشان كده احنا بنعتبرها غدة النشاط المسرورة على الايد او الاحتراق او الميتابوليزم بتاع الجسم كله فانما بيحصل فيها اي مشاكل بيبتدي الجسم كله يستجيب انه بيحصل فيه اختلال هل دكتور فيه فئة معينة يعني هل مثلا السيدات اكثر عرضة للاصابة بالغدة عن الرجال ولا ما فيهاش نوع مثلا ما او ناس اكثر عرضة يعني للاصابة بالضبط السيدات اكثر عرضة لاصابة بامراض الغدة الدرقية بكتير من الرجال الفئة العمرية المتوسطة هي اكثر فئة عمرية بنلاحظ فيها مشاكل الغدة الدرقية اللي بتطرح من 20 ل 40 سنة دي فئة بيبقى فيها دي اكتر فئة طبعا بنشوفها في حاجات الاقل والاكبر برضو ولكن دي اكتر فئة عمرية بنقدر نشوف فيها في السيدات طبعا اكتر من الرجال الاختلاف عامل هرمونية الاختلاف الحمل الاختلاف التغزية عامل التغزية في حاجات كتير بتفرق فده بيخليها اكتر موجودة في الستات عن الرجال يعني الاصابة بيها يا دكتور ليها اسباب واضحة مثلا نقدر نقول يعني حاج بتقول عامل التغزية ممكن يكون برضو منوع من انواع الاسباب او كمان الحمل الهرمونز اللي بتفرزه السيدة اثناء الحمل والرضاعة العامل الوراث يا دكتور هل يعني ليها عوامل واسباب معينة تقدر نقول عليها في عوامل طبعا كتيرة بس بتفرق على حسب المرض اللي في الغودة الدركية هل المرض ده هو ورم او هل هو زيادة نشاط او هو هو حبيبات او هو نقص او كسل او خمول او مرض منعية في حاجات كتيرة جدا بتصيب الغودة الدركية فبونان عليها في حاجات طبعا في الاوران بيبقى فيها جينيتك فاكتورز او عوامل ورصية في حاجات بنتشوف فيها التاريخ المرضي الناس اللي بتعرض الاشعاع كتير وكده ده بيدي فرصة في حاجات نقص الأغزية اللي هي بتبقى غنية بعنصر اليود اليود ده بيبقى مهم لتكوين هرمون الغودة فلما الهرمون بينقص فبيحصل كسل او خمول فبنرجع للحسب النوع المرض اللي في الغودة في عوامل ورصية وفي حامل لأ طب هل فيه اعراض يا دكتور يعني كتير قوي نلاقي مثلا حد يقولك انا بعرق مرة واحدة الناس اللي تقولك انا بيحصل لي هبوط في الوزن جامد جدا فجأة ومش عارف ايه السبب يعني بكل كويس يعني هل فيه اعراض واضحة انا لما احس بيها او ابتدي اهتم واروح وعمل تحليل اعمل فحوصات اعرف انا عندي فعلا مشكلة في الغودة ولا لأ اكيد فيه اعراض كتيرة جدا طبعا وده بيخالي ان نخش النقطة مهمة جدا ان الغودة احنا بنقسمها لجزئين مهمين جدا الجزء التشريحي او تكوين الغودة نفسه كنسيج ووظيفة الغودة اللي هو الهرمونات اللي الغودة بتفرزها الجزء التشريحي نفسه ده بيبقى فيه مشكلة ان هو يمكن يبقى فيه نتوئات ممكن فيه بقارات ممكن فيه اورام فيبقى في زيادة حجم الغودة نفسها لكن الجزء الوظيفي ده عبارة عن الهرمونات بتاعت الغودة ممكن تزيد الهرمونات دي فيبقى فيه بحاجة بنسميها فرط نشاط الغودة الدرقية او تسمم الغودة الدرقية او يبقى فيه نقص للهرمونات دي فبنسميها ان فيه كسل او خمول في الغودة الدرقية فده دي اعراض وبتبقى غير اعراض اورام الغودة الدرقية او بقار الغودة الدرقية ده بيبقى زيادة في حجم الغودة الدرقية وده مش شرط ان يكون فيه مشكلة معها في الوظيفة يعني فيه حاجات بنبقى فيه تدخم في الغودة الدرقية وزيادة فرط نشاط او خمول وفيه حاجات بتبقى الوظيفة كويسة جدا ولكن الغودة متضخمة او فيها اورام لو عندنا اعراض اللي هي بتنبق ان في مشاكل او تدخل في الغدة الدقيقة زي صعوبة البلع زي صعوبة التنفس احيانا زي تغير في طبقة الصوت زي الاحساس ان في ورم او في كبر لحجم الرقبة نفسها فبدأ الشخص يلاحظ ان في مشكلة في رقبته او في تدخل في رقبته فده بيختص بعنصر اللي هو التركيبي او التشريحي للغدة حجمها نفسه حجمها ما بيكبر بتدي يضغط الحاجات الموجودة فيعمل اعراضي لكن وظيفة الغدة نفسها بدي بتنقسم لفرط افراز الغدة الدرقية او تسمم الغدة الدرقية فيه هرمونات كتير بتطلع او يحصل خمول او كذا امتى نشك ان في فرط افراز او تسمم للغدة الدرقية بمعنى كلمة تسمم بس يا دكتور هي الكلمة ممكن تكون يعني كبيرة شوية حد يفتكر ان هو زيها زي انواع التسمم اللي احنا بنسمع عنها يعني هي تسمم الغدة الدرقية ده معناها زيادة الافراز بشكل حنيف مش معناها ان وجود سموم في الجسم لا هو زيادة الافراز الحنيف ده بتخلي لغبة اغلب كل الجهزة بتاعة الجسم التانية فده بيخليها نقولنا في حالة تسمم او زيادة افراز لكن مش سموم بمعنى وجود سم يعني زي الامراض التانية طيب زيادة افراز لو الهرمون المسؤول عن الحرق ده زيت ده بيزود بالطبيعي ضربات القلب بيزيد جدا بيبقى فيه رعشة بيبقى فيه الانسان بيبتدي الجهز العصبي يتغير يبقى انسان عصبي جدا بتدي يحس بالحر زيادة عن اللذوم يبتدي يحس ان هو بيأكل شراها في الاكل في نفس الوقت الحرق زيت بيقل في الوزن يعني هو بيأكل كتير وبيقل في الوزن بتدي الجهز الهضم يتغبر برضو في ان هو بتدي يحس ان فيه اسهال تمام يبتدي يلعز اللغبات او اضطرابات في النوم بقى فيه مشاكل كتيرة في النوم يبتدي فيه حالات بيلاحظ فيها جخوص في العينين العين بتجبر او تطلع لبرا فدي حاجات عرق شديد جدا جدا مش متناسب مع الموقف ولا متناسب مع الجو فده كله بينبقنا ان لأ احنا عندنا مشكلة في الوضع الدراقية او احنا محتاجين نفحص الوضع الدراقية على عكس تماما او على النقيد لو فيه خمول او فيه كسل بتدي يحس ان الوزن بيزيت رغم ان هو مش بيأكل كتير او رغم ان هو بيحاول يبزي المجهود ما بينزلش في الوزن بالصورة اللي هو المتناسبة احساس بالبرود عالي جدا احساس ان هو فيه جفاف حتى الشعر بيبقى فيه جفاف كتير جدا احساس ان هو يبقى فيه امساك احساس ان هو يبقى فيه رد فعل ضعيف يعني فعله العصبي بيبقى ضعيف بيحس ان هو فيه هزيان او فيه معدل الزكاء يقل شوية فده بيخليه يحس ان هو الخمول العام اللي هو المشروع بتاع الجسم خلب فده بيقدي احساس ان فيه كسل شديد جدا مش قادر يعمل اي مجهود فده بيقول ان ده كسل او فيه نقص في هرمونات الغد فعشان نقول كده الاعراض بتفرق على حسب هل المشكلة في حجم الغده نفسه ولا المشكلة في وزفتها تمام الفحوصات يا دكتور يعني انا عشان اعرف انا عندي يعني انا بعيني مثلا من بعض الاعراض اللي حلالك ذكرتها دلوقتي انا عشان اعرف انا عندي مشكلة في الغده ولا لا ايه الفحوصات المطلوبة عشان نتأكد ان الغده هل فيها مشكلة او سليم الفحوصات طبعا بتبدأ بالكشف الطبي يعني احنا بفيها اسئلة كتيرة بنسألها المريض وبنكشف كشف طبي عليه نشوف الغده اخبارها ايه نشوف ملمسها اخباره ايه نشوف شكلها اخباره ايه احساس الغده اللي انفوية اللي حواليها اخباره ايه نشوف الاجهزة التانية اللي في الجسم فيه اي مشاكل ملحوظة فيها ولا لا وبعد كده بنيجي مرحلة الفحوصات فحوصات ممكن تكون فحوصات معملية بنعمل تحليل وظائف الغده بنعمل اكسام مضادة للتعبات المناعية للغده وبنعمل دلالات اورم للغده وبنعمل اشعات وبنعمل مسح زري للغده وممكن في حاجات نحتاج ان احنا ناخد عينة من الغده فكل دي فحوصات علشان تخلينا نعرف المشكلة فين او كلها بتكمل الصورة ولكن لو عايزين نسأل زيادة الافراز او نقص الافراز دي بتبقى بتحليل وظائف الغده نقدر نشوف الهلمونات الغده عالية ولا قليلة اللي هي التي اتش سري والتي اتش فور صح؟ التي اتش تي اتش او وفي تي سري والتي فور دول الهلمونات اللي بتبقى مسؤولة على الغده ولازم نعمل التلاتة يعني ما فيش حاجة سما نعمل واحد ونسيب البقية لان في حالات تبقى ندرة شوية انه بيبقى زيادة الافراز سانوي يعني هو الغده بتفرز نتيجة ان فيه هلمون بيطلع من الغده النخامية يخليها تفرز الهلمون بتاعه فلو الهلمون اللي طلع من اللي هو التي اتش اللي هو السيرودي ستميولويتينج هلمون ده السانوي يا دكتور اه ده بيطلع من الغده النخامية فلو الهلمون ده الغده طلع عالي جدا وهلمونات الغده طلعت عليها فده معناه انها سانوية انها بتفرز نتيجة ان فيه فرط من الغده النخامية اللي هي الرئيسية لكن لو التي اتش واطي اللي هو الهلمون بتاع الغده النخامية واطي والهلمونات بتاعة الغده الدرقية عالية ده معناه أنه في زيادة في نشاط الغده الدرقية مشكلتها من الغده الدرقية نفسها أو برايماري المشكلة في الغده الدرقية فإنه لازم نعمل التلاتة عشان نفرق ما بين القصة دي هالمشكلة في الغده الدرقية بس ولا في مشكلة من الغده النخامية بس الفكرة يا دكتور أنه احنا يعني كتير قوي من اللي بيعانوا من الغده خلاص بقى بيعتمد على نفسه أنا كل فترة عامل تحليل وأشوف أنا التحليل بتاعي عامل إزاي وبناءنا عليه يا إما هزود عدد القراس أو هقللها ففكرة أنه إحنا اللي بقينا بنشخص لنفسنا فكرة الغده من كتر ما إحنا عايشنا فيها لكن زي ما حاجة بتقول نهارده أنه في كذا تحليل هو مترتب على بعضه وحاجة بتدينا مؤشر لحاجة وحاجة تانية بتدينا مؤشر لحاجة تانية خالص بالضبط إحنا فيه ناس بنشوفها بيلاقي الـ TSH عالي فيقول أنا عندي زيادة في الإفرازات الغده ده غلط بالعكس TSH عالي معنى أنه فيه نقص في إفرازات الغده فبيلاقي الناس بتاخد علاج مش مظبوط فيه أحيانا حالة بتبقى صابت لين كلا يعني هو على التحليل فيه كويسة بس فيه نوع من التحليل بيبقى ولين فده يبقى لنا أنه فيه بوادر أنه يحصل خمول أو بوادر أنه يحصل زيادة إفرازات نقطة التانية المهمة أنه زي ما اتفعنا أنه مش الوظيف كويسة معناها أن التشريح بتاع الغده أو الغده نفسها كويس ده معنى أن التركيب الوظيفة بتاعها كويس لكن ممكن يكون فيها بقرة ممكن يكون فيها أورم ممكن يكون فيها مشاكل تانية هي السبب الرئيسي للمشكلة مش مجرد التحليل بس فالموضوع محتاج أن نشوفه الصورة كاملة بالزبط طيب ندخل يا دكتور على مرحلة العلاج سواء بقى كانت الغده فيها نشاط أو تسمهم زي ما حالك بتتكلم أو فيها كسل لو هنتكلم عن العلاج الدوائي الطبيعي اللي كتير مننا ممكن يكون بياخد أدوية للغده ايه هو يا دكتور على العلاج بتاعها السؤال ده كويس جدا لأن فيه تضارب في النقطة دي كسل الغده معنى أن الغده بتفرز الهيرمون قليل فده علاجه بنعوض الهيرمون نقطة بسيطة جدا وسهلة جدا احنا بناخد هيرمون السيروكسن عن طريق الرأس فنقدر نعوض بها وبنعمل التحاليل الدورية علشان نقدر الجرعة بتختلف من شخص آخر وبتختلف من وزن الآخر فلازم نعمل تحاليل دورية لحد ما نثبت الجرعة اللي هي تبقى جرعة مزبوطة ده علاج الخمول علاج الفارط النشاط ده بيفرق على حسب السن وحسب الطبيعة في حاجات بتبقى أمراض منعية هي اللي بتزود النشاط زي الجريفز ديسيز مثلا وفي أمراض منعية تاني النشاط بيزيدوا بعد كده بيرجع يقل وفي بقر ممكن تكون بقرة بس في الغده هي اللي بتفرز كتير وبقى الغده كويس وفي حاجة اسمه التضخم عنقودي يعني الغده بيقى فيها بقر كتير جدا وكل البقر بتفرز فكل واحد مختلف عن التاني علاج زادت الفارط ان في أدوية في علاج دوائي ان احنا بناخده يهدي وظافة الغده الدرقية ويهدي ضربات القلب ويهدي الشخص خالص وده بنمشي عليه فترة نشوف الدنيا أكبر هي في علاج تاني اللي هو اليود المشاع اليود المشاع بيتاخد ان هو يصبت الغده خالص بحيث ان هو ما تنتجش الهرمون بتاعها بالشكل اللي هو الكبير وفيه العلاج الجراحي او تدخل الجراحي تدخل الجراحي ممكن نشيل جزء من الغده مش جزء يعني ان هو نص الغده او الفص من الغده لو ده لو فيه بقرة واحدة هي اللي بتفرز فبنشيل الفص اللي فيه البقر دي او ممكن نشيل الغده كلها لو كانت فيه تدخم وفي نفس الوقت فيه فرط في كل البقر فده طبعا بيبان بفحوصات كتير احنا بنقدر نقرر بها وبنبسح زرري وحاجات تانية بنقدر نعملها فبناء نعلي بنقول العلاج ممكن يكون علاج دوائي او ممكن يكون يود مشاع او ممكن يكون علاج جراحي يعني حسب الحالة بيتم العلاج لكن خلينا دكتور نتكلم عن فكرة هل فيه نوع اكثرهم خطورة عن النوع الاخر يعني هل الكسل ممكن يكون يعني اهدى شوية من شراسة النشاط ولا الاتنين برضو ديهم نفس الخطورة لو تسابوا ومحصلش ديهم اي علاج دوائي او ايا كان العلاج اللي احنا هندخل به اه لا الاتنين طبعا بيأسروا اه تأثير كبير لازم الوظافة الغدة تبقى كويس عشان الديسم يبقى كويس ولكن فرط النشاط ممكن مع الفترات البعيدة بيع المشاكل في النظر اكتر اه بيع المشاكل في القلب اكتر فيبقى المشاكل بتاعته برضو الى حد ما اكبر ولكن النقطة ان احنا اه دايما الهدف ان يبقى المعدل الغدة بيبقى منضبط فلو في نشاط لازم نعالجه ولو فيك قمول برضو اكتر لازم نعالجه اه تمام طيب خلينا دكتور ندخل على الجزء الجراحي وانت حضرتك بتقول ان حسب الحالة وحسب تشخيص الحالة بيتم العلاج بتاعها وعرفنا ان فيه ناس ممكن يتعالجه سواء بالادوية العادية او باليوت زي ما حضرتك بتقول لكن فيه البعض ممكن يتعالج عن طريق الجراحة فحضرتك الناس كتير اوي بتخاف من فكرة الجراحة تقولك انا سمعت ان هي بتؤثر بتؤثر على الاحبال الصوتية سمعت انها بتعمل كذا سمعت فحرارك نهاردة تقول لنا ايه على فكرة جراحة الغدة الدركية السؤال ده مهم جدا هو امتى ناخد قرار الجراحة في الغدة الدركية احنا بناخد قرار الجراحة لما ما بيبقاش في حل غيره او هو الحل الوحيد مبدئيا ده هيدخلنا لفكرة ان احنا بندخل عشان فيه زيادة افراز في الغدة فاحنا ده مش يعني مش متحكم فيه كويس بالأدوية وفي نفس الوقت السن كل ما السن يبقى صغير كل ما نفضل التدخل الجراحة اكتر عن السن الكبير نقطة التانية البقر لو الوظافة القدة كويسة بس فيه بقر ممكن تكون بقر سرطانية او بقر اورام وده بيفتح لنا مجال الاورام وممكن تكون اورام سرطانية فيه الاورام بتاعة الغدة فيه جزء كبير جدا شريحة كبيرة جدا منها ممكن ان احنا بنتابعها حسب شكل الورام في الاشعة حسب حجمه قد ايه فاحنا بنتابع متابعات دورية بدون اي تدخل خلص في مرحلة احنا بنحتاج ان احنا نتدخل فيها جراحية ليه لان الورام حجمه بدأ يكبر او بدأ يتغير سلطه او شكله في الاشعات والفحوصات مش كويس فده بيخلينا بنقلق ان هو يقلب ورام سرطاني او يكون ورام سرطاني فده بناخد له قرار الجراحة قرار الجراحة بيبقى قرار مهم جدا مش قرار رفاهية ده قرار مهم جدا لان احنا للأسف في الفترة الاخيرة بيقنا نشوف ناس كتير صغيرين وعندهم اورام سرطانية في الغداء الدرقية وبتكتشف بالصدفة فده مهم جدا ان احنا يعني نبقى قرار المتابع نقطة تانية نقطة الجراحة في الأورام السرطانية برضو احنا حابين نطمن الناس ان اغلب أورام الغداء هي أورام حميدة وفي جزء طبعا منها بيبقى أورام سرطانية وخينا نقول ان 90% من أورام السرطانية للغداء الدرقية هي يعني هي أورام يمكن الشفاء منها تماما 90% منهم في طبعا أقل من 10% أو 10% بيجوا في السن الكبير دول بيبقوا أورام شرسة وبتبقى نتائجها طبعا ما بتبقاش أفضل صورة ولكن 90% من الأورام السرطانية بتبقى نتائجها كويسة جدا 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 مع التدخل الجراحي وخينا نقول ان اهم عنصر في الأورام دي او اهم علاج فعال في الأورام دي هو التدخل الجراحي وسقصة الغداء يعني يا دكتور اكترية أورام الغداء هي أورام حميدة تماما لكن لو لقدر الله طلع الورام سرطاني 90% منه بيتم تخلص منه تماما تماما وشفاء تام لكن 10% ده لو كان فيه نوع من أنواع الشرسة طيب هنعرف امتى يا دكتور أكتر نقدر المريض يتعافى ويمارس حياته لكن أستاذنا كنت لطلع فاصل وشاهدينة خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقا ورجع نلكم مشاهدينا مرة كمان بعد الفاصل ونوارده بنتكلف موضوع مهم جدا وهو جراحة الغداء الدراقية وعرفنا في الجزء الأولاني ايه هي الغداء الدراقية وإفرازاتها عرفنا كمان ايه الأعراض اللي ممكن تحصل نتيجة كسل الغداء الدراقية او مشاط الغداء الدراقية عرفنا كمان طرق العلاج الدوائي وهنعرف أكتر عن الجراحة في الجزء الثاني هنعرف كمان الفرق بينهم وبين المشاكل الكبيرة زي الأورام السلطنية لقدر الله اللي ممكن تحصل في الغداء هنتكلم أكتر عن الجراحة بالمنزار واللي بيشرفنا النهاردة بالإجابة على كل أسئلتنا دكتور سامويل بن يمين استشاري جراحات المناظير والأورام واسمنا المفرطة زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو الجامعية المصرية لجراحات منزار البطن وعضو جامعية الجراحين المصرية برحب بيك مرة كمان يا دكتور أهلا بحضرتك طيب عرفنا يا دكتور زي ما قلنا وأكدنا كذا مرة أني لو في أورام في الغدة حضرتك أكدت أني أكترية الأورام دي أو بنسبة كبيرة الأورام دي بتكون حميدة ولو لا قدر لو في أورام سرطانية 90% منها بيتم تخلص منه والشفاء التام بعد عملية الجراحة ونسبة بسيطة خالص هي اللي ممكن تنتشر عايزين نتكلم أكتر يا دكتور هل في أنواع معينة من الأورام هي اللي بتصيب الغدة طبعا في أورام كتيرا في كذا نوع من الأورام ممكن يصيب الغدة الدرقية في منهم أنواع بتبقى أنواع بسيطة مش بسيطة بنعنى أن هي سهلة لكن نقصد أن العلاج بتاعها بيبقى علاج الدقيق وواضح وبيبقى علاج كيوريتف يعني بيبقى علاج شفائي خلال نقول إن في أنواع من الأورام بتيجي في السن الصغير أكتر شوية اللي هو الأورام اللي هي بتسميها الأورام الحبيبية أو الحليمية اللي هي بتيجي في السن الصغير في منه أعراب بيبقى في حاجات جينية وفي حاجات بتبقى عرضة للناس تعرضت لأشاعات وهي صغيرة كتير فده نوع من أنواع الأورام اللي هو نتائجه بتبقى كويسة جدا بالجراحة وبينتشر ممكن بداية انتشاره بالغدد اللينفاوية فمهم في الفخص الغدد الدرقية نبدأ فخص الغدد اللينفاوية مهم في الأشاعات إن إحنا بنشوف الغدد اللينفاوية لأنه لو بدأ ينتشر أو فيه أو نوع حجمه معين للورم بنضطر إن إحنا نستقصل الغدد اللينفاوية اللي في الرقبة مع الغدد الدرقية بنعملها متفايد نحنا بنشيل الغدد اللينفاوية مع الغدد الدرقية في نوع تاني اللي هو الفيكراكرسينوما ده نوع ورم أكتر برضو بيبقى موجود ده بيحتاج طبعا إحنا نشيل الغدد الدرقية وخينا نقول إن الأورام اللي بنشيل فيها الغدد الدرقية فيه حالات معينة حالات بتبقى قليلة برضو نحنا ممكن نشيل فص بس من الغدد الدرقية بقرة لو صغيرة حجمها صغيرة محدودة مفيش أي انتشار فممكن نشيل فص أو جانب بس من الغدد الدرقية من نشيل الغدد الدرقية كلها لكن لو المعدل بتاحها أعلى لأ بنضطر إن احنا نشيله الغدد الدرقية كلها فيه أورام نحنا بنشيل فيها الغدد الدرقية زي ما اتفقنا وفيه أورام ما بنحتاجش نشيل فيها الغدد الدرقية النوع التاني اللي هو الفيلكلور ده بينتشر عن طريق الدم فده ممكن أنه ينتشر عن طريق الدم فإحنا محتاجين برضو إن احنا ننفص الجسم كويس فيها نوع تانية بتيجي في السن الأكبر شوية اللي هو فيه حاجات بتبقى جزء من سنة مثلا ده الأكبر ولا حالك تتكلم عن 50 و60 احنا شفنا أورام من سن 20 سنة في الغدد الدرقية فيه ميدل إيج اللي هو من 20 إلى 40 فيه فوق الناس الكبيرة بفيهم أنواع تانية خالص لأورام الغدد الدرقية زي الأنطلاستيك والمالدالري وحاجات فيه أنواع تانية كتير بتبقى موجودة في الغدد الدرقية بيفرق تدخل الجراحي حسب نوع الورم وحسب دركته وحسب مرحلته فيه حاجات ناخد نحن نشيل الغدد بس فيه حاجات بنتطر نحن نشيل الغدد والغد المفاوية فيه حاجات بنتطر أن نحن ما نشيلش الورم لو منتاشر نحن نشيل الإزماس بس في منطقة البرزخ اللي هي المنطقة اللي في النص اللي بتفصل ما بين الفصين دي في المراحل اللي هي بتبقى متأخرية فده بيفرق على حسب درجة الورم ومرحلته وفي نفس الوقت نوعه هل يدكتور بيبقى فيه شكل معين مثلا للرقبة يعني حابة تقول أني الغدد الدرقية عبارة عن فراشة تبقى موجودة عند الرقبة تقريبا هل بيبقى فيه شكل معين مثلا بيدل أني أنا عندي غدد درقية أو نوع من أنواع أورام الغدد الدرقية مش الكسل أو النشاط اللي احنا بنكتشفه بالتحاليل والفحصات العادية لكن بتكلم على أنواع معين للورم هل بيبقى فيه تضخم أكتر فيه شكل معين بيبان على المريض نفسه فيه أنواع طبعا زيادة حجم الغدد الدرقية هو تضخم الغدد الدرقية تضخم ده ممكن يكون تضخم حميد أو ورم سلطاني فمبدئيا زيادة حجم الغدد الدرقية ده معناه أن فيه تضخم أو سممكن يكون حميدي أو يكون ورم سلطاني لكن أحيانا بيبقى الحجم مش كبير بتبقى بقرة صغيرة خلص فتبقى بقرة سلطانية عشان كده بيقول مهم جدا الفحص مهم جدا الأشعات والفحصات أن نقدر نكمل الصورة مش معنى أن ما فيه حجم كبير للغدد الدرقية أن ما فيه ورم ومش معنى أن فيه ورم كبير في الغدد الدرقية أنه بالضرور أن يكون ورم سلطاني ده موجودة وده موجودة بتفرق على حسب الفحص مهم جدا أن احنا نفحص الغدد النفاوية مهم جدا أن نفحص الأنساجة التانية والأجهزة التانية للجسم يعني مش فكرة أننا هروح أعمل تحليل وشكرا على كده لكن فيه فحصات تانية أو زي ما حالك قلت في الجزء الأولاني أن لازم أي واحدة أو أي مريض سواء سيدة أو رجل اكتشف أنه هو عنده نشاط أو كسل محتاج أنه هو يبتدي يعملها بعد التحليل بيكون فيه الفحصات الحرارة ذكرتها تمام مظبوط طيب خلينا نتكلم يا دكتور فيه ناس بتبقى مش عارف أتابع مع دكتور غدد صماء ولا أتابع مع جراح فالفرق بينهم يا دكتور بيكون بناء على إيه السؤال دا مهم جدا جدا دكتور الغدد الصماء والسكر بيبقى دكتور بطنة بيبقى متخصص في الغدد الصماء بيقدر أنه هيعمل فحصات الغدد بيقدر أنه هو يزبط الغدد لو فيه خمول يزبطها لو فيه زيادة إفرازات برضو بيزبطها فهو بيعتبر الجزء أساسي جدا من الخريطة العلاجية العلاجة في الطب مش دكتور واحد بس إمتى نلجأ للدكتور الجراحة أو دكتور الجراحي لو فيه تدخم في الغدد لو فيه زيادة إفراز للغدد ما بيتحسنش بالعلاج الدوائي لو الفحصات مع دكتور الغدد الصماء ظهرت أنه فيه مشكلة محتاجة تدخل جراحي لو فيه تدخم بدأ يعمل مشاكل تدخم بدأ يضغط على المريء فيبقى فيه صعوبة في البلع بدأ يضغط على القسم الهوائية بدأ فيه صعوبة في التنفس بدأ يعمل شكل جمالي مش ظريف بدأ يبقى فيه حاجات في الأشعة بين أنه فيه بؤر شكلها مش ظريف فده وقتها لازم ناخد قرار نحن نشوف دكتور الجراحة في حصل حالي طيب زي ما قلت حراك يا دكتور بنسمع كتير قوي يقول لك أنا هعمل جراحة غدة أو هعمل الغدة بالجراحة لا دي خطر دي لها مضاعفات كتير ده أنا سمعت أن هي بتأثر على الأحبال الصوتية وطبعا زي ما حناك عارف يعني إحنا النصايح بتاعتنا البعض كلها بتبقى أكتريتها فيها كتير من الخطأ فحضرتك النهاردة تقول لنا إيه على الجراحة التقليدية للغدة جراحة الغدة زمان كان فيها التخوف ده كان فيه مشاكل كتير بتحصل فكان فيه التخوف ده مع تطور العلم مع تطور الطب مع تطور الفحوصات وتطور العمليات نفسها بدأ معدل الأمان دلوقتي بقى أعلى بكتير جدا جدا من زمان معدل الأمان دلوقتي يكاد يصل 99% المضاعفات للناس بتقلق منها أو بتسمع منها طبعا ده بيرجع لوضع الغدة نفسه التشتيحي الغدة الدراقية موجودة في منطقةها مهمة جدا منطقة الرقابة المنطقة دي بيعدي فيها حاجة مهمة جدا حيوية جدا الغدة نفسها بيعدي جنبها من الجزء الداخلي العصب الأحبال الصوتية العصب الراجع للأحبال الصوتية لو بيغزي الأحبال الصوتية وخلاها تتحرك فيطلع الصوت لو حصل إصابة للعصب منهم أو العصبين منهم ده بيأثر طبعا على الصوت تأثير كبير جدا مهمة جدا فمهمة جدا وإحنا بنعمل عملية لما بنعمل عملية لازم زمان فكرة أنه الغدة تتشلوا خلص دلوقتي لازم نعمل حاجة اسمها استكشاف للعصب قبل العملية أصلا نحن نبين العصب كله الكورس بتاعه كله في الناحيتين بحيث أنه قبل ما نشيل الغدة نبقى نأمنينه تماما فلما نقدر نشيل الغدة بعد كده بالأجهزة برضو الحرارية ما بتبقاش أجهزة بتوصل حرارة بحيث أنه يعني إيه تدور العصب نقطة الثانية أنه إحنا لما بنيجي نشيل الغدة بنبقى قدرنا نأمن العصب وقدرنا ما نوصلش للإصابة العصب لا إجراحيا ولا حراريا عن طريق العملية غير الحصب حبل الصوتية بيبقى فيه الغدد الجاردة رقية غدد الجاردة رقية دول أربع غدد بيبقوا جنب الغدة أربع غدد صغيرين دول بيلمسؤولين عن الكالسيوم في الجسم تنظيم الكالسيوم في الجسم فدول لازم نحافظ عليهم جدا طبعا عشان ما يحصلش نقص كالسيوم عنيف بعد العملية فبرضو دول من الحاجات اللي إحنا بنأمنهم وبنأمن التغذية الدموية بتاعتهم قبل ما نشيل الغدة يعني لازم نحافظ على التغذية الدموية بتاعتهم بحيث أن هم يقدروا يكملوا بصورة طبيعية بعد صلصة للغدة فيه حاجات دول أشهر حاجتين مضاعفتين يعني اتنموا المضاعفات مهمين لازم نعرفهم مع الغدة فيه حاجات تانية اللي هي بتعتبر للجراحة التقليدية لأي جراحة زي النزيف وده احنا بنقدر نحافظ عليه بالأجهزة الجديدة الموجودة ان احنا نقدر نرفع الضغط بعد العملية نقدر نتطمن ان ما فيش أي حاجة بعد عملية ممكن نسيب درنقة تقعد كم ساعة نحن نتطمن ان ما فيش أي نزيف ولا أي حاجة بعد العملية دي حاجات بتبقى life saving فيه مضاعفات تانية بقى ان هو الحفاظ على القصبة الهوائية والحفاظ على المريء لأن دولا من الحاجات اللي بيعدوا تحت الغدة الدركية في مهم وإحنا بنصاصل الغدة الدركية نحافظ على الحاجات دي شرالين الرئيبة طبعا بتبقى قريبة منها لكن ما بتبقاش ملتصقة بيها جدا إلا في حالات الأورام حالة الأورام طبعا مهم إن احنا نحافظ على الشرالين الرئيسية مهم إن نحافظ على الأوريد الرئيسية مهم إن احنا نشيل الغدة اللي مفاوية في بعض الأورام ودول احنا بنقدر نشيلهم عن طريق ان احنا نستقصرهم من فوق الاوعية الدموية فنحافظ على الاوعية الدموية نحافظ على المريء ونحافظ على القصب الهوائية برضو واحنا بنستقصر غدا كشان نقدر نوصل لمعدل امان عالي هي عملية نقدر ان هي عملية دقيقة ولكنها بقت اسهل بكتير جدا من زمن فالمضعفات بتاعتها قلت كتير جدا عن زمن طبعا في اختلاف في الحالات في اختلاف في درجات الورم في اختلاف في الاجسام نفسها مش كل حالة زي التانية ولكن نقدر 99% دوقتي معدل أمان بقى عالي لان احنا بقينا نمشي بدوقتي بخطة اللي هي البروفلاكتك ان احنا بنحافظ على الحاجة مش مجرد احنا خليل نشيله وبعد كده نشوف المشكلة اللي حصلت احنا بنأمن الحاجات الحيوية الأول وبعد كده نشيل بعد كده فمعدل أمان دلوقتي بقى أعلى بكتير جدا بقاش في حاجة اللي هي تقلق الألق الشديد وبرضه تدخل جراحنا ما ندخلش جراحيا إلا لو المريض محتاج ده بعد يا دكتور ما بيكون أخد الأدوية بقى المناسبة وبرضه لسه نتاج التحليل مش أحسن حاجة ولغوطة في حالات اللي هي زيادة الإفراز بناخد الأدوية في حالات تانية البؤر والأورام ما باستنى ناخد أدوية البؤر بتبقى على حسب نوع البؤر وطبيعتها في حاجات زي ما قلنا ممكن نتابعها بالفحوصات في حاجات ممكن نحتاج نعمل لها تردد حراري ريديو فريكوانسي عشان نعالج البؤرة دي في حالات بنحتاج نعملها لتدخل جراحي زمان كان جزء بيتشال جزء من الغدة الدراقية ويتساب جزء دلوقتي الموضوع ما بقاش كده احنا الغدة كلها بتتشال يفص بيتشال ويتساب الفاص الثاني لو سليم فما بقاش فيه فكرة نحنا نشيل جزء ونسيب جزء ونسيب جزء عشان الجزء الثاني ده مع الوقت بيتمدد وبيكبر وبنرجع الغدة تكبر تاني فبيحصل سمرتجاعة فما بقاش فيه فكرة نحنا نشيل أو نحنا نشيل سبتوتل أو القصص دي لأ نحنا نشيل الغدة كلها نحنا نشيل همي طب دكتور في حالة لو فيه لقدر الله بؤر سرطانية أو أورام سرطانية موجودة في الغدة وتم اكتشافها هل دكتور بعد العملية بيكون فيه مثلا كيمو مثلا أو بيكون فيه إشعاع معين يفضل إن المريض يمشي عليه فترة بعد العملية ولا مجرد استقصالة كده خلاص ما بقناش محتاجين نعمل أي إجراءات أو ناخد أي إشعاعات بعد العملية الجراحة في الأورام الغدة الدرقية بتشيل تقريبا 90% من الخطة العلاجية أورام الغدة الدرقية غير الأورام التانية غير أورام الجائز الغضمي غير أورام الحاجات التانية غير أورام السادي غير أورام الحاجات التانية خلاص أورام الغدة الدرقية احنا قلنا 90% منها بيبقى كوريتف يعني بيتم شفاء منه تمام فيها نوع أورام بتتشال ومتحتاجش تاخد بعدها علاج تاني طبعا احنا بنبعث الحالات بعد كده بنتابع مع دكتور علاج الأورام بعد عملية الجراحة عشان نقيم الصورة احنا قلنا ان ده بيبقى تيم بيبقى فريق ففي حالات ما بتحتاجش تاخد علاج بعد العملية وفي حالات بتحتاج تاخد يود مشاء لازم تاخد يود مشاء ممكن تاخد جلسة أو جرعة أو جرعتين على حسب يعني دول اغلب الحالات اللي هما 90% العشرة في المئة بقى دول بيبقى انواع أورام تانية دول بيضطروا ان هما ياخدوا علاج كيميائي او إشعاعي ودول بيبقوا نوع الورام نفسه بنوع قليل يعني نوع مختلف عن الانواع اللي احنا تكلمنا عليها فده بيبقى نتاجه بتبقى محتاجة ان هو ياخد كيميائي او إشعاعي مش بتاع لكن 90% منهم ممكن ياخد يود مشاء أو حتى ما ياخدش بعد العملية بناء على الفحصات بتاعته بناء على قرار دكتور علاج الأورام في حالات قليلة جدا جدا وحالات معينة طب احنا شايفين يا دكتور بعد التقنيات الحديثة والتطور رهائل دخل على مجال الجراحة بقى فيه إجراء العمليات دي بالمنزار حضرتك تقولينا هل العمليات بالمنزار أكثر أمانا ودقة أكتر من الجراحة التقراضية العادية اللي احنا كنا بنتكلم عنها صراحة دخول المنزار في جراحة الغده الدرقية دي حاجة لسه جديدة جدا جدا هدفها العنصر الكبير في الطب اللي هو اللي هو عمليات بدون ندبات أو عمليات بدون أثر الجراحة ده الهدف الأساسي للمنزار فبيبقى دخول المنزار عن طريق منطقة ما بتبانشي زي الفم أو منطقة تحت الإبط دول السيرز اللي اتعملت وبدأت تطبق دلوقتي في العالم كله إنه هو يبدأ نشيل الغده الدرقية عن طريق المنزار لسه دي احنا في مراحل متقدمة من القصة دي لسه لم تنتشر بالانتشار اللي احنا نرجوه لكن أنا أأمل الفترة الجاية هتنتشر كتير جدا وهتبقى أفضل بكتير الحقيقة دكتور بنشكرك على وجودك معنا النهاردة وبنشكرك على شرحك الوافي والمعلومات القائمة اللي حضرك دايما بتقولها لنا شكرا لك شكرا كان معنا النهاردة دكتور سامويل بن يمين استشاري جراحات المناظير والأورام والسمنة المفرطة زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو جمعين مصرية لجراحات المنزار البطن وعضو جمعية الجراحين المصرية ودي كانت نهاية حلقتنا نتمنى أن حلقتنا تكون أفادتكم استنونا مصحتك موسيقى 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 شكرا